ان شاءت النهاردة كابتن مدام احنا بنكلم عالزمالك كابتن خالد هبطل له حياتك ايه فكرة ان الزمالك عمالي ضايع نقوة كتير بالشكل ده تلتة عدلات حتى الان الاداء كمان يعني برضو يخوف بالنسبة لجمهينة الزمالك يعني من خلال التعادلات نفسها والمبارات حتى اللي بيفوز بيها نالزمالك يعني صعب وفي اخر دقايق كمان اه هو هو ميستر فريرا دايما عنده عملية الصبر شوية يعني بيبدأ دايما بتلاتة تحت وبقى بي ممكن يلعب بتلاتة اربعة تلاتة زي النهاردة ملاعب ودي اغلب اغلب الوقت بيلعب بيها اه وفي لا في فترة لعب باتنين راسين حربة والاتنين مش راسين حربة برضو واحد منهم زيزو وممكن الجزيري جنبه كراس حربة يعني بينوع تلاتة في نص الملعب ممكن يعني بينوع دايما لكن بيرجع للطريقة اللي هي مناسبة بقى لامكانيات لعبة نالزمالك دايما بيرجع بيها في الشوت تاني عشان كده اغلب اداء نادي الزمالك كويس بيبدأ من ديئة ستين اما بيبتدي يغير شكبالة اما بيبتدي يغير في الطريقة يعني زي النهاردة هو غير من اول الشوت تاني لعب باربعة لعب باربعة وغير الطريقة وسحب عمر جابر ونزل ونزل عمر السيسي عمر السيسي ولعب بتلاتة في نص الملعب وسيف الجزيري ما كان وسيف الجزيري اللعب يوسف حسن ابتدى اما ابتدى يغير في طريقة اللعب احنا اما بتلعب بتلاتة تحت برضو يا فاروق انت بتختازل واحد من فوق خلي بالك مع الاهل والزمالك برضو بتبقى مشكلة شوية لكن هو نجح بالطريقة دي خلينا نقول هو نجح بالطريقة دي حتى اما ابتدى يغير باربعة اما لعب باربعة ومحمد عبدالغاني بيلعب باكرايد لكن هو اللي سابت شوية وفتوح هو اللي زايد من ناحية الشمال في الاخر خالص اما سحب محمد عبدالغاني ونزل نمار وابتدى ان هو عايز بقى خلاص يعني يعني يكسب بقى ونزل اوراقه كلها طب كده معناها كانت انا بتقول عليه ان بداياته غلط اغلب مانشاته لا لا هو طريقته هو طريقته نجح بطريقة التلاتة ان هو بيلعب بتلاتة سرد بكات لما يعني تغييراته دايما نازل ملك شكبالة لما بينزل بيعمل الفارق كويس اوكي وده امر وارد لكن انا بتكلم بالبداية ليه نازل ملك اما بيبتدي بالشكل ده بتبقى الامور صعبة وبتضطر لانك بتعمل التغييرات اللي هي بيقى فيها شكبالة فيها سفة دين الجزيرة او نمار اه هو بيعتمد على التلاتة سرد بكات ان هو دايما البرتغاليين برضو فيهم التحفز شوية فيهم ان هو ما يدخلش فيهم جول دي اهم حاجة فيهم تديق المساحات حتى اما هو بينزل في التلت الملعب هتلاقي ارتفاع البكات بيبقى برضو في التلت بيلعب في 35 يارضا يعني دايما واحنا بندرس نادي زمالك واحنا بندرس نادي الاهلي بنشتغل على الكلام ده كله لكن هو اهم حاجة عنده ان هو ما يدخلش في جول وان هو بيعتمد على الفروق الفردية عند زيزو عند الجزيرة عند يوسف ووسما النبي دلوقتي اللعيب كويس ومنتج يعني شكبالة الكلام ده كله بيعتمد على الفروق الفردية ما تتغضش بعمل هذا